موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المشاهدين إلى نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية المستهل بأبرز العناوين موسيقى ناطق التحالف يؤكد أن الهجوم على أرامكو تم بواسطة صواريخ كروز وطائرات مسيرة جاءت من الشمال وليست من اليمن موسيقى موسيقى مصرع قيادي حوثي وعدد من عناصر الميليشيات الحوثية في معارك مع قوات الجيش الوطني في محافظتي حجة والظالع موسيقى 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 ميليشيا الحوثي الإنقلابية تستهدف الأحياء السكنية بحيس والدريهمي في الحديدة بالأسلحة المتوسطة والخفيفة موسيقى مجددا أهلا وسهلا بكم إلى التفاصيل صدر القرار الجمهوري رقم 33 لسنة 2019 قضت المادة الأولى منه بتعيين السفير محمد عبدالله الحضرمي وزيرا للخارجية وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ الصدوره وينشر في الجريدة الرسمية كما صدر القرار الجمهوري رقم 32 لسنة 2019 قضت المادة الأولى منه بتعيين الآخ سالم صالح سالم بن بديك وزيرا للمالية وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ الصدوره وينشر في الجريدة الرسمية كما صدر القرار الجمهوري رقم 31 لسنة 2019 قضت المادة الأولى منه بتعيين الدكتور أحمد عبيد الفضلي محافظا للبنك المركزي اليمني وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ الصدورة وينشر في الجريدة الرسمية التقى وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر السفراء اليابان وبن غلادش في اجتماعات منفصلة ضمن تحركات مجموعة النواة العربية في مجلس حقوق الإنسان على هامش المشاركة في دورة المجلس المنعقدة حاليا بمدينة جينيف كما ناقش معهما مستجدات الأوضاع في اليمن والموقف من تقرير فريق الخبراء البارزين والقصور الذي تضمنه واغفاله الكثير من انتهاكات ميليشيات الحوثي الإنقلابية ودعا عسكر السفيرين إلى الوقوف مع اليمن ودعم موقفهما ومساندة قرارها ورفض تسييس الملف الحقوقي من أي جهة كانت وأشار إلى قرار رئيس الجمهورية بتشكيل آلية وطنية مستقلة للتحقيق في أي دعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وهي آلية تضمن عدم الإفلات من العقاب وتحظى بدعم وقبول دولي وأممي لما لديها من مهنية واحترافية وقد أصدرت تقريرها السابع قبل أيام وقد أكد سفيرا اليابان وبنغلادش دعمهما لليمن ووقف بلديهما ضد أي تسييس للملف اليمني على حساب حقوق الشعب اليمني ورفض الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإنقلابية منذ تمردها عرض المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العقيد الركن تركي المالكي أدلة تؤكد تورط النظام الإيراني في الهجوم الذي استهدف مع ملي شركة أرامكو شرق السعودية وفي مؤتمر صحفيين بالرياض قال المالكي أن الهجوم الذي استهدف منشآت أرامكو لم ينطلق من اليمن رغم الانطباع الذي أشعته إيران وأضاف أن الهجوم الإرهابي تم بواسطة سبعة صواريخ كروز وثمانية عشر طائرة مسيرة جاءت من الشمال وليست من الجنوب حيث اليمن وقال نواصل تحقيقاتنا لتحديد الموقع الدقيق الذي انطلقت منه الصواريخ والطائرات المسيرة وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية أن مصدر هذه الأسلحة هو إيران ولا يمكن أن يكون قادما من اليمن وأن وكلاء إيران في اليمن لا يمتلكون مثل هذه الأسلحة وقال إن تحليل بقايا الأسلحة التي استخدمت في الهجوم تظهر أنها إيرانية صنع مؤكدا أن طهران تملك التقنية الخاصة بهذه الطائرات كما أكدت الأرقام التسلسلية أنها إيرانية وأوضح أن صواريخ كروز المستخدمة في الهجوم صنعت في 2019 ومشيرا إلى أن بقايا الصواريخ تطابق صاروخ يا علي الموجود لدى مليشية الحرس الثوري الإيرانية والتي أعلنت امتلاكه في فبراير الماضي وعرض المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية لقطات فيديو من كاميرات المراقبة في منشآت أرامكو رصدت الطائرات المسيرة لحظة الهجوم فجر السبت كما عرض صورا تظهر جانبا من الأضرار التي أحدثها الاعتداء الإرهابي في المعملين مثلت هجمات إيران على منشآت أرامكو عبر وكلائها تهديدا صريحا لإمدادات العالم من الطاقة الذي يمثل النفط إحدى عناصرها الرئيسية وسكوت المجتمع الدولي المتكرر على مثل هذه الهجمات في السابق شجع إيران على الاستمرار في هذه الحرب الخبيثة وكأن الساحة الدولية لها وحدها تعبث بأمنها كيفما تشاء تارة تستهدف ناقلات النفط عبر موذيق هرمز وباب المندب وتستهدف تارة أخرى معامل أكبر شركة نفط وطنية في العالم أرامكو السعودية والهجمات الأخيرة على معامل الشركة في بقيقة وهجرة خريص تعد الأكبر والأكثر همجية وتعكس إصرار إيران على الاستمرار في استفزاز المجتمع الدولي من جهة ومن جهة أخرى تعد تلك الهجمات بمثابة إعلان حرب على المجتمع الدولي واقتصاده قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي أن المؤشرات الأولية تدل على أن الهجوم شن بأسلحة إيرانية ولم ينطلق من اليمن مؤكدا أن هذه الضربة لم تأتي من الأراضي اليمنية كما يقول الحوثيون الذين وصفهم بأنهم أدا في أيدي الحرس الثوري الإيراني والنظام الإيراني الإرهابي الخارجي السعودية بدورها أصدرت بيان أن الرياض ستقوم بدعوة خبراء دوليين ومن الأمم المتحدة للوقوف على الحقائق والمشاركة في التحقيقات وستتخذ كل الإجراءات المناسبة في ضوء ما ستصفر عنه تلك التحقيقات بما يكفل أمنها واستقرارها وأكدت قدرتها على الدفاع عن أراضيها وشعبها والرد بقوة على تلك الاعتداءات كما اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن رواية الحوثيين بمهاجمة منشآت أرامكو السعودية أمر غير قابل للتصديق وهذا أمر غير موثوق به نسبيا من ناحية أخرى تتهم الولايات المتحدة الأمريكية إيران بأنها وراء الهجوم على منشآت أرامكو واعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الهجمات على المنشآت النفطية في السعودية تشكل إعلان حرب إيرانية إيران كابوس عالمي لم يتم تعامل معها بجدية كافية وردعها مبكرا ولا يفعل المجتمع الدولي أكثر من التحذير والتأجيل في وقت تستقوي فيه إيران مع مرور الوقت ستستمر إيران إلى سنوات خطرا على أمن العالم واستقراره حتى يتفق الجميع على مواقهة هذا الخطر بكل جدية لقناة عدن الفضائية ريهام جمال قال المتحدث باسم الجيش الوطني العميد ركن عبد المجلي أن الميليشيات الإنقلابية كثفت هجماتها على مواقع الجيش الوطني والمدنيين وجرى رصد عدد من المجازر التي تتواصل في ظل صمت المنظمات الدولية أكد مجلي أن الجيش لن يقف موقفا متفرج ولن يسمح للميليشيات بالتجاوز لمواقع الجيش الوطني وأضاف الميليشيات لم تلتزم بوقف إطلاق النار ومستمرة في انتهاكاتها مستغلة صمت الأمم المتحدة التي لم تبين الطرف المعرقل وهو ما أغرى الميليشيات في التمادي باستهداف المواقع العسكرية والمدنية كافة خصوصا في مناطق التحيط والدريهم والفازة وهي المناطق المتاخمة للميليشيات الإنقلابية وبينا أن الميليشيات تستغل هذه الأيام التي تسبق انتشار أعمال لجنة المراقبة المشتركة عبر زج آلاف المقاتلين في المدينة إضافة إلى إدخالها الأسلحة المتوسطة والخفيفة وخروقات حفر الأنفاق ونشر القناصة على المباني في تحدي صارخ للأمم المتحدة والاتفاقيات كافة وحمل متحدث الجيش الأمم المتحدة مسؤولية ما يجري على الأرض إذ لم تدن بشكل واضح الميليشيات الإنقلابية لقتلها المواطنين ولم تمارس أي ضغط مباشرة عليها للالتزام باتفاق السويد مشددا على أن هذه الميليشيات لا تفهم لغة الحوار والاتفاقيات لقي قيادي ميداني بارز من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران مصرعه في المعارك التي تشهدها مديرية حرض شمال محافظة حجة وقالت مصادر محلية أن القياد الحوثي في مديرية أفلح المدعو حسن محمد فايد الحاتمي لقي مصرعه خلال معارك اليومين الماضية في محيط مديرية حرض واضحت المصادر أن الصريع حسن الحاتمي هو شقيق مشرف الميليشيات الإنقلابية في مديرية أفلح المدعو إبراهيم الحاتمي وكلاهما متورطان في ملاحقة واعتقال أبناء المديرية نفذت قوات الجيش والمقاومة في محافظة الظالع كمينا محكما على ميليشيات الحوثي في جبهة مديرية الزبيريات وقالت مصادر محلية أن منتسبي اللواء الثلاثين مدرع نفذوا كمينا محكما للميليشيات الحوثية في جبهة الزبيريات بوادي حنش غرب قعطبة وذكر المصدر أن كمي نفذ بعد عملية رصد استعدادات الميليشيات المتمركزة في موقع سليم والفاخر لتنفيذ هجوم صوب الشعاب الزبيريات الذي تتمركز فيه فصائل من اللواء ثلاثين مدرع والمقاومة ليسقط تسعة قتلى وأكثر من خمسة عشر جرحى في صفوف الميليشيات هذا وتشهد الجبهة اشتباكات يومية بين قوات الجيش الوطني من جهة وميليشيات الحوثي من جهة أخرى وتتكبد ميليشيات الحوثي خسائر فادحة يوميا في جبهات الضالع منذ انطلاق المعارك في هذه الجبهة عودت الميليشيات الحوثية استهداف التجمعات السكنية في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة بكثافة نارية كبيرة بينما تجدد القصف على مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة غدات مواجهة عنيفة وكسر هجوم حوثي وفادت مصادر ميدانية أن الميليشيات الحوثية استهدفت تجمعات السكنية شمال مديرية حيس مستخدمة الأسلحة القناصة المتوسطة والخفيفة واضافت المصادر أن الميليشيات فتحت نيران أسلحتها القناصة من مناطق تمركزها شمال مديرية حيس صوب الأحياء السكنية المكتضة هذا وكانت الميليشيات الحوثية قد ارتكبت مجازر مروعة بحق السكان في حيس قبل أيام سقط على إثرها شهداء وجرحى من الأطفال وتدمير عدد من المنازل وسط المدينة فككت الفرق الهندسية لقوات الجيش الوطني حقل ألغام زرعته ميليشيات الحوثي في مديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة واكتشفت الفرق الهندسية للجيش الوطني حقل الألغام الشرق من منطقة قطابة في مديرية الخوخة ويحتوي حقل الألغام الذي زرعته الميليشيات في منطقة مأهولة بالسكان على كمية كبيرة من الألغام المضادة لدروع إيرانية الصنع هذا وتواصل الفرق الهندسية في الأثناء تطهير المنطقة من تلك الألغام والعبوات الناسفة الجدير بالذكر أن الميليشيات زرعت آلاف الألغام الأرضية والعبوات الناسفة في الأحياء السكنية والطرق العامة في مختلف المناطق الخاضعة لسيطراتها وتسببت بسقوط مئات الضحايا من المدنيين أغلبهم نساء وأطفال فرضت ميليشيات الحوثي الإنقلابية رسوما إضافية لمختلف المعاملات المرورية في صنعاء الواقعة تحت سيطراتها وضحت مصادر محلية أن ميليشيات الحوثي أقرت مضاعفة رسوم المعاملات المرورية في صنعاء التي تسيطر عليها إلى مبالغ تفوق ما كانت عليه بأضعاف كثيرة وبسبب المصادر فإن الميليشيات فرضت زيادة 700% على مختلف المعاملات المرورية في صنعاء بما فيها استخراج الرخص ووفقا للمصادر ذاتها فإن معاملات استخراج الرخصة ارتفعت مؤخرا من 1500 ريال إلى 10 ألاف ريال حيث يدفع نصف المبلغ كرشا وغير قانونية ويأتي هذا بعد فترة وجيزة من إقرار الميليشيات الحوثية رسوما جديدة على جمارك السيارات تصل نسبة الزيادة فيها إلى 30% مضافة إلى الجمارك الأساسية من عدن أو الحديدة كوسيلة من وسائل ابتزاز المواطنين ومصدر لإثراء مهم للميليشيات استقبل محافظ حضر موت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء روكن فراج البحسني بمدينة المكلة سفير أندونسيا لدى سلطنة عمان مصطفى التوفيق والوفد المرافق له الذي يزور محافظة حضر موت وأوضح السفير الإندونسي أن الزيارة تأتي لتعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير التبادل التجاري والعلاقات بين رجال الأعمال في حضر موت وإندونسيا وخلق فرص استثمار وشراكة وتوأمة بين مدينتي المكلة وسور أبايا لخلق استثمار أمثل بين رجال الأعمال في حضر موت وجاكرتا ومختلف مدن أندونسيا ووجه السفير دعوة للمحافظ وغرفتي تجارة وصناعة حضر موت لحضور المعرضين التجاريين بسور أبايا وجاكرتا في الأكتوبر المقبل مؤكدا على عمق العلاقات بين اليمن وإندونسيا والارتباط الوثيق وخصوصية العلاقات بين حضر موت وإندونسيا التي يقطنها الآلاف من أبناء حضر موت والذين أسهم إجدادهم في نشر الإسلام وتعاليمه وقدم المحافظ لمحة عن أوضاع حضر موت عقب تطبيع الحياة والاتجاه صوب الاستثمار والاقتصاد مرحبا بالتعاون المشترك وخلق شراكة حقيقية مع الأشقاء في إندونسيا في مجالات الاستثمار والاقتصاد والصناعة كما رحب المحافظ بفكرة توقيع بورتوكول التوأمة بين مدينتي المكلة والسور أبايا وقال البحسني إنها قطوة جيدة في تجاه تطوير علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات كما رحب بتبادل الزيارات بين رجال الأعمال في غرفتي تجارة وصناعة حضر موت في الساحل والوادي وجمهورية أندونسيا وزعت في محافظة شبوى ثلاث ناقلات متوسطة للمياه مقدمة من البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن على مستشفى عتق ومركزي غسيل الكلا والأورام فيها وسكن الطالب الجامعي والسجن المركزي والصندوق النظافة والتحسين بالمحافظة وأشد محافظ شبوى محمد بن عديو بتنامي الدعم المقدم من البرنامج السعودي للمحافظة التي تضررت كثيرا من حربي ميليشيات الحوثي الإنقلابية وميليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي ناقش وكيل محافظة شبوى المساعد لشؤون المديريات الجنوبية ناصر محمد القميشي محمد السلطة المحلية في مديرية رضوم أوضع احتياجات المديرية من المشاريع الخدمية والتنموية المستدامة وفي اللقاء أكد الوكيد القميشي اهتمام السلطة المحلية بأوضاع مديرية رضوم التي يضم ساحلها ميناء تصدير الغاز والنفط والعديد من المنشآت السمكية واهتمامها بتحسين بنية الخدمات الأساسية فيها مشددا على ضرورة تعاون الجميع من أجل حفظ الأمن والاستقرار بالمديرية وحماية المصالح والمنشآت الاقتصادية والوطنية الكبيرة وأشار إلى أنه سيتم إدراج احتياجات المديرية من مشاريع الخدمات الأساسية في خطة التنمية الطارئة لها والتي سيتم تمويلها من حصة المحافظة من مبيعات النفط من جانبه كما تفقد الوكيل القميشي سير العمل في مكتب التربية والتعليم بالمديرية وشدد على ضرورة النهوض بالقطاع التعليمي بالمديرية والتواصل مع مكتب التربية بالمحافظة لمعالجة وتغطية النقص من معلمي مدارسها كما اطلع الوكيل على النشاط الصحي في المستشفى الريفي بالمديرية وأكد على أهمية توفير احتياجاته من الكوادر الصحية والأدوية أكد وكيل محافظة حضر موت لشؤون الوادي والصحراء صامح بريش الكثيري دعم السلطة المحلية بالمحافظة لجميع المشاريع الاستثمارية في امتصاص البطالة وتوفير فرص عمل في مختلف مجالات الحياة لشريحة واسعة من الشباب وتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين جاء ذلك خلال افتتاح محطة الماهر للخدمات النفطية في منطقة عيديد بمديرية تريم مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به القطاعات الخاصة ومساندتها للسلطة المحلية في تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية والتنموية من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة الماهر التجاري عبدالله أبو بكر الجنيد أن السعة التخزينية للمحطة موزعة على أربعة خزانات سعة الخزان الواحد ستين ألف لتر وتبلغ سعتها التخزينية الإجمالية مائتان وأربعون ألف لتر حضر افتتاح المشروع المدير العام لمديرية تريم خالد هويدي والأمين العام للمجلس المحلي بمديرية تريم المهندس محمد عوض هادي الخبر الأخير في هذه النشرة برعاية وزير الدفاع الفريق روكن محمد علي المقدشي أقامت دائرة الرعاية الاجتماعية بوزارة الدفاع بمحافظة مأرب حفلا لتخرج الدفع الأولى من برنامج التدريب المهاري والوظيفي في مجال الحاسوب لعدد ثمانين متدربا من جرح الجيش الوطني مزيد من التفاصيل في سياق التقرير الذي أعده الزميل محمد الجداسي برعاية وزير الدفاع الفريق روكن محمد علي المقدشية أقامت دائرة الرعاية الاجتماعية بوزارة الدفاع هنا بمحافظة مأرب حفلا تخريج الدفعات الأولى من برنامج التدريب المهاري والوظيفية لمصاب الجيش الوطني في مجال الحاسوب يأتي تخريج الدفعات الأولى لتأهيل مصاب الجيش الوطنية متزامن أن مع احتفالة الوطن بعيد ثورة اليمنية الخالدة سبتمبر وإكتوبر أكد مدير دائرة الرعاية الاجتماعية على أهمية البرامج التدريبية والتأهيلية لأبطال ميامين من جرح الجيش الوطنية والاهتمام بهم وتغريم لهم الرعاية الكاملة لقد أخذت دائرة الرعاية الاجتماعية على عاتقا حملا تنوب به الجبال إنه حمل أمانة تقديم الرعاية الاجتماعية الأطهر وأفضل فئات الجيش الوطني الشهداء الميامين المصابين الشرفاء والأسرى والمفتطفين الأحرار ونعد ذلك شرفا وضييا تقلدناها ونفخر به في دائرة الرعاية الاجتماعية التي ولدت أساسا لتحقق الحياة الكريمة لمختلفة منتسبية القوات المسلحة العريقة وعراقة وأصالة اليمن كلمة عن مصابي الجيش الوطني أكرت على مواصلة مشوار النضال دفاعا على الوطن وتربته القالية شكرا جزيلا لدائرة الرعاية الاجتماعية ونرجو منهم المزيد من الاهتمام كما نرسل رسالة إلى القيادة السياسية بالاهتمام بموضوع الجرح والمعاقين بحيث أن الدورات التأهلية التي تخرجهم من دائرة اليأس والعاقة وتجعل منهم يدا عاملة لا يكون عالة على مجتمعاتهم فنرجو منهم تطوير المهارات والمزيد من الدورات والاهتمام شيدة حفلة تخريجة أناشير وطنية تقنت بعيد ثورة خالدة بما قدم جريح الجيش الوطنية قصيدة شعرية نالت استحسان الحاضرين وفي ختام الحفلة الذي يقيمها بالتعاون والتنسيق مع جامعة أغليم سبا كرمت أدارة الرعاية الاجتماعية الخرجين بشهادات التخرج وجواز لابتوبة لكل جريحة من أبطال الجيش الوطنية لإقانة عدد الفضائية محمد القداسي محافظة مارب نهاية النشرة نعود ونذكر بأبرز العناوين ناطق التحالف يؤكد أن الهجوم على أرامكو تم بواسطة صواريخ كروز وطائرات مسيرة جاءت من الشمال وليست من اليمن مصرع قيادي حوثي وعدد من عناصر الميليشيات الحوثية في معارك مع قوات الجيش الوطني في محافظتي حجة والظالع ميليشيا الحوثي الإنقلابية تستهدف الأحياء السكنية بحيث والدريهمي في الحديدة بالأسلحة المتوسطة والخفيفة أعزائي المشاهدين هذا كل ما لدينا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر